اشتركوا في القناة لا يمكن تعد أي صورة من الأشكال أننا في شركة وعندنا نشاطات تسويقية تاريخية سابقة تي وتخلي لها شركة ثانية بدون سبب منطقي عقلاني يجب أن يكون هذا النمط من التفكير يجب أن يكون عقلاني ليش تسوي لك شركة؟ أنت عندك شركة لها تاريخ طويل بالتسويق وتعرف التسويق وتعرف كل شيء عن التسويق ليش مجموعة قاعدة تتكلم عن إنشاء شركة ثانية؟ ليش يعني؟ البعض شبهها بأنها قد تصل إلى سرقة النفط الكويتي هل بالفعل وهو يمكن أحد تقريدات رئيس أو العظم المنتدى بالسابق لقطاع التسويق العالمي الشيخ علي جابر العلي هل بالفعل هذه الشركة لو تم إنشاءها برها هي بمعنى سرقة للنفط الكويتي؟ لا أولا أعتقد أنه تعطي مجال لسرقة الخيام بالاحتيار وسرقة بس اللي يفكر في الموضوع يجب أن يطلع ويقول أنا هذا رأي هذا يتعرفه كله لكن اليوم الآلية في الخطاع النفطي ما هو فكرة شخص في مجلس إدارة المؤسس البترول في أيضا المجلس الأعلى للبترول وهو يرأس رئيس الوزراء بمرجة نظرك هل مثل هذه الأفكار تطلع من غير دراسة؟ نعم يجوز بالكويت نعم يجوز أن تطلع من غير دراسة يعني المسؤولين اللي طلعوا الفكرة لم يكنوا عندهم خبرة الكافية أن يعطيك فكرة واضحة ويقدمها بكل وضوح ويناقض فيها الناس اللي يواقفين ضد العملية بش هذي اللي جاموا واتخذوا قرارات أعتقد فيها أوقات غير كافية ولا طلعوا دراسة ولا ناقش الموضوع مع الناس اللي يفهمون الموضوع أنا اللي أقوله لا يمكن أن يكون هناك فراغ بسم 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 أي شيء شذو الفكرة تحت إنشاء الشركة؟ هي أن تبيع وتحصل على القيمة الموالية بمنطقة مقبولة هذا الكلام اللي قاعد يقولولنا أموه ياي من عدم فاهامي الموضوع والله إحنا بنحن نحن 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 نحذو حذو آآ آآ دول أخرى الصديقة بالمنطقة هذا كلام واحد يقوله ولا الجباعة هنن بنحن نحن 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 نش çocuk بالسعودية عندنا يخذ� مثل هتكلمون هم عن 3404 برميل بالإنساب ويعون يبيعون هي في إنشاء شركة ذانية زينا نحن قاعد نبيع تقريباً فوق المليونين برميل باليوم هل شركة اللي تبيع فوق المليونين برميل باليوم عندها عجز بأنها تبيع بعد 300 برميل باليوم هل هذا منطقي هل هذا عقلاني العمل هذا المجلس الأعلى للبترول هل قادر وبالإمكان أن يتدخل ما عنده قدمة أيضاً حتى المجلس الأعلى للبترول هذا أبين واتضح وإنشاء شركة تجارية اللي يبيع لنا مر عليهم مر الكرام ما يدنون بعضهم ما يدنون ما يدنون ش صاير مر عليهم والكلام اللي قيل إنه والله هذا اقتراح يائي من الإدارة وإنت شنون رأيك تراحك ترفضل